بعث الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح سيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكر انتصارات أكتوبر المجيدة أكد خلالها أن نصر أكتوبر جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمتهم ولأنهم للوطن المفدى بما قدموه من تضحيات وبطولات وأثبتوا للعالم أن لا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة كما أكد أن رجال القوات المسلحة وهم يؤنؤون الرئيس السيسي بهذه المناسبة الوطنية يشعرون بالشموخ والعزة بهذا النصر العظيم ويؤكدون وقوفهم خلف قيادة الرئيس السيسي حراسا أمناء على الوطن ومقدساته وسلامة أراضيه كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية التهنئة مماثلة للرئيس السيسي اشتركوا في القناة